موسيقى 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 هنا المسيقات تسألوني شيء في الأول سنحدث عن المشيطات وموسيقى نفسه سنحدث عن بوتي ستراب نفسه مبني ولكن قبل كل هذا أريد أن أتحدث عن بصراحة هي قصة ولكن القصة جميلة أنا أحبها وأتمنى أن تفهموا العبرة المستفادة منها لدينا شخصين الأول اسمه جايكوب أنا أسفة لا أستطيع أقرأ اسم العيلة والوضع صعب هؤلاء هؤلاء الشخصين هم فعليا الديفلوبرز لتويتر وعادة لما نقول البوتي ستراب مربوطة بتويتر فعليا بدت البوتي ستراب لتويتر وكانت تسمى بتويتر بلوبرنت لفترة تقريبا سنة قبل ما تطلع أصلا بوتي ستراب وبوتي ستراب ثري فهي كانت بالأول لتويتر هلأ لماذا تطلعت البوتي ستراب لتويتر؟ هؤلاء الشخصين اوتو مات اوتو و جايكوب كان عندهم مشكلة انا بدي اعمل الويبسايت مثلا او انا بدي ادخل اشياء بالدزاين انا بضطر استخدم ألف لايبراري او ألف اشياء وكله اعمله انكلود جي كويري وال وكما ألف لايبراري تانية وكله بالاخر سيأثر على الديزاين عندي ورح يضرب وفعليا مثلا جي كويري نو كونفلكت مش هتزبط معي طب انا لازم احلي الاشياء هلأ انا لو بشغلي مرات علي كونفلكت ب جاواسكريبت لايبراري ممكن اخذ معي الموضوع يوم اظلني لا اعرف انه بهاي المشكلة واعطي احليها بعديها هم فعليا ما عملوا هيك وهذا الاشي اللي هو يعني البوينت من الموضوع كله هم لا قرروا يعملوا اشياء جديد من السفر يبنوا كله هم فقاموا كل الليبراريز اللي بعملوها استخدموا اشياء من السفر من السفر عارفين هم اصلا من وين بلشين وين بدهم ينتفو وعندوا اشياء خصوصا لتويتر خلصوا فعليا استخدموا بتويتر في نفس السنة كان في اشياء اسموا زي ستارت اوب اشتركوا فيها بالفكرة تبعتهم الفكرة انه احنا كمان برضه منعمل بروجيكت كثيرا في حياتنا وعادة انه احنا منعمل بروجيكت هلا بعدها خلص انه انا بس بدي اعمل هذا الشغل لان اخلص هذا البروجيكت بس انا مش مستفيدة من هذا الشغل اصلا وبسكر البروجيكت ما برجع له بس هم لا هم عملوا هذا البروجيكت عملوا تويتر فعليا هم بدهم يستفيدوا منه باشي تاني فطلعوا ببوتستراب ثلاث ارباع البروجيكت فرونت اند استخدموه او بيعرفوا عنه او استخدموا مستحيل يمر انه فرونت اند ديزاينر ومشامع ببوتستراب فهي برضه فكرة انه انت اذا بدك تستخدم البروجيكت حاول تستخدمه وتستفيد منه لقدام يكون اشياء انه انا بدي استخدمه لقدام ففعليا مارك اوتو و جيكوب اشتغرك وفي اشياء زي ستارت اوب وطلعوا ببلوبرنت اللي هي فعليا تسميت بتويتر بلوبرنت كانوا ميمينين بالفكرة تبعتهم جابوا ممولين وصابرت للفكرة وفازوا بعام 2011 طلعت بوتيستراب 2 فعليا بوتيستراب 2 ما كانت الفكرة منها زادت البوتيستراب العادية انا بقول انهم عملوا ديزاين كامل لتويتر فعليا انا فعليا بغير على الدزاين تبع البوتونز انا بغير على الدزاين تبع البراغرافز انا بمسك الهتش تي امل تاج بالاسم تبعها فبغير عليه فهم ضافوا بما انهم بغيروا على دزاين الاشياء الاساسية بالهتش تي امل ضافوا عليها اشياء لرسبونسف كانت في بوتيستراب طلعت طلعت في 2011 احنا منقول انه كانت فترة سمارتفونز فكان كتير مهم فكانت اشياء انه الدزاينر يدور على اشياء مثلك وانتظر ان تعمل اشياء رسبونسف للويب تبعك يجب ان تقعد ساعتين لكي تخفي اشياء وتحدد المنو وتصبح مخفية في بوتيستراب طلعوا بالرسبونسف ويب دزاين والاشياء الثاني كان الجريد الجريد جريد جريد فعليا هم قسموا اي بيج ويب بيج لـ 12 كولم واذا لا تريد تقسيم الويب بيج لـ 12 كولم سهلت علي فعليا فيني انه اقدر احدد انه هذا الجزء يأتي بهذا الكولم بغض النظر كيف كان الوطف ويعمل الوطف ويأتي بهذا الكولم او هذا يأخذ هذا الجزء من الكولم ويجعله من الصفحة وهذا كله تعمله بإيدة ولكن فعليا تضع كلاس واحد سنمر عليه كله يعني اسماء الكلاسس وهذه الأشياء سنمر عليها باسم كلاس واحد وانت ما في داعي تكتب css ولا في داعي تعمل اشياء فهم فعليا في بوتستراب تول كل نقلة كبيرة بوتستراب 3 طلعت في 2013 كان الفرق فيها انهم طلعوا بفكرة الموبايل والاشي الثاني اللي هو لا لا فلوت ديزاين أظن فلوت لا لا هناك فرق ثاني أظن انه فلوت ديزاين ولكن ليس متأكد أنا بصراحة لا أعرف فلوت ديزاين لا أعلم بالضبط الأشياء الثاني كان الفلوت فرق بين بوتستراب 2 وبين بوتستراب 3 هلا لا أعرف إذا تعرفوا الفرق بين responsive design و mobile first design هو الفرق كثير بسيط بس إنه الأولى بتكون معمولة أصلا إنها تكون components لل bigger screens وإنه ممكن على الصغيرة تختفي بس mobile first إحنا فعليا منعمله أصلا للموبايل وما في إشي بيختفي في الموبايل الأساس للدزاين هو الموبايل فهذا الفرق كان بين mobile first و responsive design طبعا أنا دخلت في البوتستراب وأحكي لكم كيف بدت وبشرح لكم عنها بس فعليا أنا ما حكيت أهم إشي إنه هي عبارة عن framework front end from work و كمان هي open source project لأنه هذول النقطتين هلأ راح يساعدوني إني أقولكم إيش ال features تابعوني بوتستراب هلأ بما إنها هي open source فهي ساعدتني إنه أنا بقدر أعملها customize للبروجيكت التبعي بالحالة اللي بديها أنا فينا أستخدم كمان components اللي بديها وأترك components اللي بديش كمان consistency اللي هي الأصلا المشكلة اللي كانت عند مات و jacob كمان ال compatibility اللي هي المشكلة اللي أصلا حكوا عنها من قبل إنه على البراوزر المختلفين ممكن الدزاين ما يكون نفس الشي وممكن ما يشتغل عنده كل شي هلأ تقريبا إحنا بنحكي إن 99% تشتغل ومعظم الدزاين البراوزر فهذا الأشي كان ميزة كثير مهمة للبوتستراب طبعا responsive web design mobile first design والgrade system هلأ كلهم ذكرناهم الأشي الأهم راح تلاحظوه بالويب سايت تبع البوتستراب هو إنه الويب سايت تبعهم document تبعتهم وكل إشي كيف يشرحوا الكود هي عبارة عن إشي بحكي لحنهم بشرحه يعني ما في داعي أنا أقولك كيف تستخدمها الويب سايت تبعهم ادخل عليه راح تعرف كيف تستخدمها فالموضوع كثير سهل بالنسبة للبوتستراب هي عبارة عن موديلر مستخدمين فعليا في هالس جديد أظن دخلة الساس بس مش متأقدة اه في الستركتراب الآن بالنسبة لل components نحن فعليا هون انتو شايفين كتير components احنا راح ندخل فيهم هلا ونشوف كود ونطبق بس من بين الاشياء انتو شايفين drop downs وشايفين tabs شايفين بجينيشنز alerts وكمان وثمبنيلز خلينا نمشي بالكود عشان هلا راح نمشي وتطبيق و هذه صفحة htm العادية فاضية بس التايتل لها عبارة عن bootstrap فعليا ما فيها اشياء بس الاشياء الاهم المهمين انه انا عشان استخدم bootstrap لازم اعمل include للايبراري تبع css لازم اعمل للايبراري جيكوري عشان هي فعليا تستخدم جيكوري فيها هنا 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 جهزنا الصفحة عشان هلا نقدر نستخدم component مثل انا بدي نابر و بدي اياها responsive خليني بس افرجيكم اللي بدي اعمله بالاول فعليا هو هاد اه 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 اوكي انا مقسمتهم انه حيشوف الكود و حيشوفه اللي يشوف اشياء اه النتيجة اللي راح تطلع من الكود اللي حتشوفه هاده اوه اوه وتخيلوا انه انا ما كتبتش ولا سطر كود فيها فعليا انا لو كنت بدي اعملها قبل البوتستراب ستأخذ مني وقت بعدها ستستخدم اشياء انا عملته بس فعليا انا هون عملتها بعشر دقائق هي وكل باقي components نشوف الكود تبعها هلا فعليا انا جهزت الصفحة حطيتها في كونتينر في عنا two types كونتينر للبوتستراب اشياء يستخدم نسبة و اشياء يستخدم اشياء خسب انت اشياء تعمل الصفحة نأتي نأتي الناف تبعتنا تابعنا الآن فعليا ببوتستراب اننا نستخدم classes باسم مثلا هنا ناف بار ناف بار ناف بار هذه علاقة في اللون طبعا انا مش حافظتهم ولا غير حافظهم بسهولة ستجدوا المهم من هذه النقطة هو كيف كيف عملتها كيف عملت البوتن انه عندما يفتح الكمبوننت التي رأيتها من فوق كيف تختفي و يبين اشياء تالي هذه معمولة بالcss هي عبارة عن كود بسيط مثلك انا عندما اعطي اي ناف بار لclass ناف بار فانا اعرف ان هذه الناف بار ستكون فهي فعليا على وث معين ستختفي وعلى وث معين ستظهر فانا هنا مثلا المنوذ تبعها 768 راح يكون ديس بلاي لها فصغير هيك راح تصير ديس بلاي بلوك هاي فعليا لشو هاي لبوتن البوتن اللي هي اللي انتو شفتوها فالباقيين بكونوا لما تكون الاي لها لها تظهر لما تكون max width تبعها هاي دعونا نجا لها ايها هلا البوتن اعطيته ايدي فعليا الايدي سستخدموا للايست انه هذا البوتن يظهر هاي الليست لو كان عندي 1000 لست مش هيظهر غير هاي الليست عشان هيك حطيت الايدي هون بعدها ايه ايه اعطيته navbar toggle اللي هو هاد بعدها data toggle collapse اللي هي طريقة التوغل تبعته data target اللي هي main nav هلا انا اصفة انا كمان ضيعت المان nav هي فعليا اللي انا بدي اخفيها الايدي nav toggle ما هي ايدي ايدي انا ما استخدمته اللي استخدمته هو data target انا حددت ال target هذا البوتن هو ال target هو فعليا main nav main nav هي هاي اللي هي هاي اللي هي ال div hat في من بين الليست ممكن نحكيهم بال bootstrap مثلا الاكتف اللي هي بتخليها بشكل تبين هيك ال home مثلا اكتف تم بينا انه احنا اصلا بال home فهذا class جاهز اي اشي بدك تبين انه اكتف تعطيه هذا ال class فهو ببينه اه في عنا كمان طبعا ال nav bar بشكل عام بيكون محدد لها وثو وهايت بالنسبة اه 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 بيكون ماخدة مارجن خمسة عشر بكسل اظم اه مارجن 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 كاله عبارة عن про rescued تتكون 1 3 اشياء معنا ち bombani وال прилож복 و مارجن مارجن السور اذا احط اكتر من مارجن لازم احط لهم ال ريدي ال مارجن ما ال strings يمكنني أن ألغيهم، إذا أمتهم فعلياً يكونوا يمين و شمال ما يتحكم فيهم أو يتحكم مثلاً من الـ Indicators، هناك أيضاً، هناك أيضاً، هناك أيضاً، إذا أمتهم من الـ Design، في أي داعي ألغيهم من الـ JavaScript، وفي أني أضعهم false من الـ JavaScript، فعلياً في الـ Bootstrap أيضاً في الـ Website بيكونوا حاطين لك للـ JavaScript مثلاً الأيضاك عمل الأيض، لأي component تستخدمها، إذا وجدهم events، إذا وجدهم كيف تعملهم مثلاً Enable Disable Manually بدل ما يشتغلوا لحالهم يعني أنا مثلاً هون في هذا أنا حطيت الكود اللي شفته قبل شوي ما كتبت جافا سكريبت فهي اشتغلت لحالها بس أنا إذا بدي مثلاً On Click شغل سلايدر فأنا هشغلها مانيوالي فهي الـ Events وعوني جافا سكريبت تكون موجودين في الـ Documentation تبعت الـ Bootstrap زي هون فعلياً هاي الـ Events و هاي الـ Methods و هاي الـ Events مكتوبين تحت بعض فعلياً في الـ Bootstrap لدينا Component CSS لدينا Component GS وكل واحد منهم له خصائصه يعني الـ Website تبعهم ينضاف عليه بطريقة خيالية والـ Component يتعدل عليها فعلياً يجب أن تشاهدوهم يجب أن تشاهدوهم يجب أن تشاهدوهم أو شيء مثل هاي الآن أخر شيء هو مثلاً Grade Layout الذي قلنا عنه Grade Layout الذي قلنا أنه يسمح لي أقسم الصفحة إلى 12 قولم وعندما أريد روز فمن الأمثلة عليها مثلاً أنه أنا إذا بدي أعمل مثل كيف الصور بالـ Facebook الذي هم أربع صور جنب بعض يجب أن أقوم بعمل ويجب أن أضع الـ POSITION ويجب أن أضع لتشاهدوه لكي يأتي بالآخر واحد جنب الثاني جنب الثاني لكن هنا لا أحدث أن أقوم بعمل كل هذا لأنني ليس كاتبة أو لسطر CSS لكنني أضع هؤلاء HTML TACS التي ترى أنهم فعلياً فاتحة RAW وهو عبارة عن صف الصف قلنا 12 عمود أريد أن أخذ كل صورة مثلاً تأخذ ثلاثة لأنني أريد أن أضع هناك دفعات مختلفة أنا أضع مختلفة XS6 ومختلفة MD3 ففعلياً هذه أشياء لها علاقة بالوث الصفحة MD هي الـ Medium الصفحة يكون طبعاً هذه لا أريد أن أقوم بصراحة هنا يجب أن ترى مثلاً الـ Small يكون 750 بيكسل الـ Medium 970 والـ Large 1770 و XS6 هي Max Small يعني أصغر من هذه الآن إذا أضعت أنت واحد سيأخذ على هذه واحد منهم وخلاص سيعتبرها ولكن إذا أضعت اثنين فأنت تعطي خاصية أكثر أنا أريد أن أعطي تابلة يفتح أربعة أريد أن أعطي على موبايل يضع صورة واحدة ويصفهم تحت بعض فأنت تخصص أكثر مثلاً المثال الذي رأيته كان مكتوب الكود هو فعلياً هذا أنا أضعت أربع صور بنفس الرؤ لكن أنا أضعت نوعين فأنا لما أصغر الصفحة سيصبح اثنين لأن كل واحدة منهم لا أخذ ستة وفعلياً لكل كولوم لديك لديك تستخدمها ومسكة إذا كنت تريد تعمل ويبسايت عربي في تعمل 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 بوتي ستراب قبل أن أستخدموا بوتي ستراب لازم أعرف ما يريد لديه لازم تضعهم ببالكم قبل أن تستخدموا بوتي ستراب أو تستخدموا أي لابرائر ثانية أول شيء إذا كنت تستخدموا البوتي ستراب فعلياً لازم تكونوا عارفين كل الموضوع وكيف تستخدموهم لأنني مستخدمي البوتي ستراب وبالآخر أصلاً فأنت ضيعت وكيف تستخدم الوقت على الفاضل الثاني أن الميديا نقاط 750 ألف لا أعرف هذه النقاط لازم تعرفهم وإذا كانوا ماكس أو من لأن فعلياً أنت تقول لي لماذا الديزاين طالع عندي وأنت تكون عاكس الأشياء فأنت لازم ترجع تشوفهم قبل أن تعمل الديزاين الثاني أن أحياناً تكون البوتي ستراب للبروجيكت شيء ليس منيح هي فعلياً أنت لازم تستخدم الأشياء الصح للبروجيكت الصح إذا كان البوتي ستراب ما تستخدمه أشياء صح فما تستخدم البوتي ستراب بكل بساطة يجب أن تعرف بساطة فعلياً أنا هنا ما كتبت CSS وما كتبت JavaScript وطلعت معي صفحة بس أنا إذا طلب أشياء معي بالصفحة فأنا أصلاً لازم أكون عارفة كيف أعمل كل واحد من هذه الأشياء لحاله لازم أكون مجربة ولازم تكون عندي خبرة من هذه الأشياء لأنه إذا أريد أن أعدل الأشياء سأتغلب إذا استخدمت البوتي ستراب لأنه لتبعتهم كثير كبيرة لكي أعدل عليها سأموت فأنت لازم تكون عارفة البيسيكس لتبعونا آخر شيء لازم المعلومات التي حكيتها أنكم ترجعوا إلى الويبسايت تبعوهم وإذا كان هناك شيء نضاف وإذا كان هناك أي تعديل ترجعوا أحد عنده أسئلة السمارتفون هل تتصار فيها على ترش زوم إن وتعرف كيف تتعامل معها؟ هلأ هو بقول إنه السمارتفون هلأ في زوم إن وزوم آوت إذا البوتي ستراب إحنا بنقول كيف تتعامل معها؟ هلأ فعليا إذا كان الويبسايت بيستعمل البوتي ستراب فهو يمنع زوم إن وزوم آوت بالجملة اللي احنا حكيناها اللي هي فوق مش حكيناها احنا ما حكيناها أنا مش قادر أشوف انتم شايفين؟ أنا مش شايفة اوكي أنا مش شايفة بالضبط اللي هي الوث تساوي الوث تساوي ناقص الوث والإنشيال ناقص السكال تساوي واحد إنه من هنا يمنع إنه يكون بيعمل سكال يا أما بسمح له يعمل سكال فأنا بكون مرتب الكمبوندس وهم بيقدر يعمل زوم في حد عندي أسئلة ناقص الوث بس بس بحضة 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 أنا حكيت من الـ features تابعونها إنها هي أصلاً قصصتمايز فإنت فيك تعدل فيها وأصلاً هي open source code تبعها بين إيديك فيك تعدل وتعمل البدكية فعلياً أنا قلت إنها هي عبارة عن front end بزبط هي ما تدخل بالداتب بزبط 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 وأحمد إما عرض أشيه برضه بزبط بزبط من الإشيه بزبط في السنسط بزبط بزبط بيسأل ايش فيه الالترنتيب للبوتيستراب بصراحة انا بدي اسأل اذا فيه حد عنده خبرة بالموضوع اكتر مني كمان مرة ايش اسمها فيه ماتيريال ديزاين لا اعرف اذا فيه حد ايش انا بنتظلت لابعد الغداء فيه توقص رح تحكي عن هذا الموضوع فيه ستاندار في جوجل تسمى السيد ديزاين ما تتبع سواد الجوجل في الشركة نفسها فرح يحكي عنها محمد بعد الغداء مباشرة وبعدها رح نحكي شوي عن ويب كندس بس ما اظنش لأنه he will cover it إيش أبو سعدة سؤالين خدي استلمي اوكي 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 لا أعطي أنك لأوكي لأنه وهكي بس هكذا فما هي ايضا ستتيشون؟ ستتيشون؟ شكرا لعمل اموال الأغرار أموال الأغرار أموال إلى الآن سوى نعمل أموال الأن ستتيشون؟ ت emitshirt... لسهبُيبootstrap حسنلاً لسهبُيبوطstrap إنه بم diplomات إي حسناً إنه وتحمل المصال إن تحمل المصال على символ البيوت idee آهم إلكت prevalence ه smooth يوم بني ر брат س rabbit pennادThank you موظمت بإعادت لديه ميزفق لديه أتواجد أتواجد في هذه الدمو نجد الاستخدام القدرة لتعطي الملتجة الان لاحظة أول متبلشت يريدون تخطي المعارضات تتعطي المساعدات أولاً لأسفل كيفية الديكترك لديك وقمتز وهذا قمتز ما أتمنى ما أظن ما أظنه هو أكثر من أكثر من تحديد بان الرياكت والأنجلر ولكن أتوقع بيشي مش بعيدة كثير عن بعضه يعني هما في نفس الفيلد خلنا نحكي في الفرونت اند وإذا بدك تقارنهم المقارنة غير عادلة